بأدوات بسيطة وبدقة عالية في الرسم والقطع تستخلص صناعة السروج عم عبدالقادر يروي لنا تفاصيل خياطة هذا التراث الأصيل قطعة جلدية سرعان ما تتحول إلى سرج يليق بقوام الخيل يعني شوف الرسم الأول حاجة تكون مبدع في الرسم الثانياً تقطع يعني بالمفرد مني كنت نقطع قبل فهنا تكون تعرف تقطع لها الرسم وبالغرزة تكون تعرف تغرز تخدم الغرزة ملي لما تكون عندك دون المراحل القابرة لا يخرج كما تريد الرسم لا يخرج كما تريد تخرج تسرج ورغم أن هذه الحرفة أضحت في طي النسيان عند جيل اليوم إلا أنها ما زالت تستهوي بعض الشباب الذين تمكنوا من الحفاظ على هذه الصناعة العريقة كدنا نتعلمها عاد وليتنا نعرف سعما كهذا السروج كيفاش ينخدم كيفاش ينخدم كيفاش خياطة السروج حرفة يتوارثها الأجيال أباً عن جد فهي إبداع تسر النظرين وفن يشهد له التاريخ مهما طاله النسيان